السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور قلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤم النهاردة نشرح الدرس الأول من وحدة ثانية خواص عملية الجامع من منهج الرياضيات الجديد للصف الرابع الابتدائي لفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد الدرس الأول خواص عملية الجامع أول حاجة يجبك سؤال عن مراجعة الدرس السابق استكشف اكتب الصيغ الممتدة الآتية للصيغ القياسية فهنا نجيب لك 500 زائد 8000 زائد 90 ألف نكتبها بالصيغة القياسية 90 ألف زائد 8000 يبقى 98 ألف زائد 500 بقى 98 ألف وخمسومين بعد كده الرقم به نجيب لك 2 زائد 5000 زائد 40 ألف زائد 7 مليون نكتبه بالصيغة القياسية فنقوله 7 مليون وخمسة واربعين ألف واثنين نبدأ درس النهاردة يقول لك الجمع وطرح الأعداد جمع وطرح الأعداد جمع وطرح الأعداد عندنا أول حاجة الجمع نجيب لك لجمع العددين هنا جيبنا عدد 3267 و5612 لجمعهم للتابع الآتي أول حاجة نبدأ إيه نجمع خانة الأحد مع خانة الأحد فنقوله 7 زائد 2 تسعة بعد كي نجمع خانات العشرات مع العشرات فنقوله 6 زائد 1 سبعة بعد كي نجمع قيم خانات المئات فنقوله 2 زائد 6 تمانية وبعد كي نجمع قيم خانات الألوف فنقوله 3 زائد 5 تمانية يبقى الناتج اللي يطلع معنا 8879 بعد كده عندنا عملية الطرح لطرح العددين 9678 و3052 نتبع الآتي أول حاجة نطرح قيم خانات الأحد فنقوله 8 ناقص 2 ستة بعد كده نطرح قيم خانات العشرات فنقوله 7 ناقص 5 اتنين بعد كي نطرح قيم خانات المئات فنقوله 6 ناقص 0 ستة ونطرح قيم خانات الألوف فنقوله 9 ناقص 3 ستة يبقى ناتج عملية الطرح 6626 هنا جيبنا تدريب بيقولك أوجد ناتج الجامع أو الطرح في كل مما يأتي جيبنا العدد 6819 زائد العدد 3070 نطرح نبدأ جمع الأحد مع الأحد فنقوله 9 زائد 0 تسعة واحد زائد سبعة تمانية وتمانية زائد سفرة تمانية وستة زائد تلاتة تسعة ناتج عملية الجامع يبقى معنا العدد 9889 بعد كده رقم به يقولك اطرح العدد 3942 ناقص العدد 1732 زي ما احنا قلنا نبدأ بطرح العدد بطرح الرقم الأحد من الأحد فنقولك اتنين ناقص اتنين سف وأربعة بعد كده نطرح العشرات فنقوله أربعة ناقص تلاتة واحد ونطرح بعد كده المئات 9 ناقص 7 اتنين والألوف 3 ناقص واحد اتنين هيبقى ناتج عملية الطرح 2110 هنشرح بعد كده جمع وطرح الأعداد باستخدام خط الأعداد أول حاجة الجمع لإيجاد ناتج جمع 5 زائد 3 على خط الأعداد نتبع الآت هنعمل أول حاجة نرسم خط الأعداد نرسم خط الأعداد ثم نحدد العدد 5 ثم نتحرك للأمام ثلاث خطوات ببعد الخمسة نقول أدو واحد اتنين ثلاثة وصلنا للعدد 8 يبقى 5 زائد 3 يساوي 8 طب بالنسبة لعملية الطرح قالك لإيجاد ناتج طرح 7 ناقص 4 على خط الأعداد نتبع الآت نرسم خط الأعداد من سفر لتسعة ثم نحدد عليه العدد 7 نحدد عليه العدد 7 اللي هو المطروح منه العدد 7 ثم نتحرك للخلف أربع خطوات فنقوله أدو واحد اتنين ثلاثة أربعة وصلنا للعدد ثلاثة لذلك فإن 7 ناقص أربعة يساوي ثلاثة خواص عمليتي الجمع والطرح يبا عندنا نشرح من خواص عمليتي جمع والطرح خاصية الإبدال وخاصية الدمج وخاصية العنصر المحايد ونشرح خاصية الإبدال وخاصية الدمج وخاصية العنصر المحايد 1. خاصية الإبدال عند جمع العددين بترتيب مختلف قيمت الناتج لا تتغير طيب من ديك مثال قال لك 7 زائد 5 سوى 12 أو 5 زائد 7 تساوي 12 وبالتالي 7 زائد 5 سوى 5 زائد بعد كده نشرح خاصية الإبدال في الطرح عند إجراء الطرح بين عددين بترتيب مختلف قيمة الناتج تتغير يبع عند إجراء الطرح بين عددين بترتيب مختلف فإن قيمة الناتج تتغير فعدينا مثال قال لك 5 نقص 3 سوى 2 ولكن 3 نقص 5 ده قيمة أقل من السف طيب هنا بعد كده هايقول لك في خط الأعداد هذه 5 نقص 3 عنقف الخط الأعداد عند العدد 5 بعد كنرجع للخلف 3 خطوات عنوصي عند الرقم 2 طيب بالنسبة لي 5 3 نقص 5 عنقف عند العدد 3 نرجع للخلف لك قيمة أقل من السف وبالتالي فإن 5 نقص 3 لا تساوي 3 نقص 5 بعد كده هنشرح خاصية الدمج خاصية الدمج أول حاجة نشرح خاصية الدمج في الجمع عند جمع سلاس أعداد بأي ترتيب عند جمع سلاس أعداد بأي ترتيب قيمة الناتج لا تتغير فعدينا مثال قال لك إن 5 بين قصين 5 زايد 3 برر قصين زايد 4 تساوي 8 يبا نجري عملية الجمع لبن قصين لأول فخمسة زايد 3 تمانية زايد 4 ناتج 10 أو نقوله 5 زايد بن قصين عنك تب 3 زايد 4 طب 3 زايد 4 سبعة سبعة زايد 5 تناشر وبالتالي فإن بن قصين 5 زايد 3 زايد 4 تساوي 5 زايد بن قصين 3 زايد 4 ولابد من إجراء العمليات داخل الأقواس أولا طب بالنسبة لخاصية الدمج في الطرح قال لك عند إجراء الطرح بين أي سلاس أعداد بترتيبات مختلفة فإن قيمة الناتج تتغير يبا في الطرح عند إجراء الطرح بين أي سلاس أعداد بترتيبات مختلفة قيمة الناتج تتغير فعديك مثال هنا بيقول لك بن قصين 9 ناقص 5 ناقص 2 تساوي 9 ناقص 5 4 4 ناقص 2 2 ولكن لو عملنا 9 ناقص حقي بن قصين 5 ناقص 2 تساوي 9 ناقص 3 تساوي 6 وبالتالي فإن بن قصين 9 ناقص 5 ناقص 2 لا تساوي 9 ناقص بن قصين 5 ناقص 2 أول حاجة العنصر المحايد في الجامع عند جمع العدد 0 مع أي عدد بأي ترتيب فإن قيمة الناتج لا تتغير وهي نفس العدد إلا العنصر المحايد في الجامع هو عدد 0 عند جمع العدد 0 مع أي عدد بأي ترتيب قيمة الناتج لا تتغير وهي نفس العدد فعديك مثال قال لك 325 زاء السف تساوي السفر زائد 325 يبقى 325 زاء السف تساوي السفر زائد 325 وبالتالي العنصر المحايد الجمعي هو السف وبالتالي العنصر المحايد الجمعي هو السف بعد كده علشها خاصية العنصر المحايد في الطرح عند إجراء الطرح بين العدد سفر وأي عدد آخر بأي ترتيب فإن قيمة الناتج تتغير يبقى عند إجراء الطرح بين العدد سفر وأي عدد آخر بأي ترتيب قيمة الناتج تتغير فالتالي مساء قال لك 13 ناقص سفر تساوي 13 ولكن سفر ناقص 13 قيمة أقل من السفر وبالتالي عند إجراء الطرح يجب أن يكون المطروح منه أكبر من المطروح أو يساوي وبالتالي عند إجراء الطرح يجب أن يكون المطروح منه أكبر من المطروح أو يساوي وكده يكون وصلنا معاكم نهاية الدرس النهاردة ارجو يكونوا يستفدتم معانا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته